تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لضبط الأسواق وفي بيان للوزارة أعلنت ضبط 103 قضايا تموينية بمضبطات بأكثر من 984 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وأشار بيان الداخلية إلى ضبط أكثر من 110 أطنان سلع غذائية دقيق وزيت طعام وسكر وأرز وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعمة فقد تم ضبط طني دقيق مدعم كما تم ضبط ما يزيد عن 611 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وضبط 86 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد المناء